اشتركوا في القناة هي ضرورة وليست خيارا شئنا ام ابينا بهذه الكلمات افتتح الرئيس البوسني الاسبق حفل العشاء الذي تقيمه مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للتسامح بالتزامن مع احتفالاتها بمرور مئة عام على التعليم النظامي الذي كان وما يزال مرتبطا ارتباطا عضويا بالتعايش السلمي والانفتاح على الاخر نشعر بان في راحة نفسية وهذا اكبر انجاز الراحة نفسية والاخوة والابتسامة البحرينية نسميتها ان هذا البلد الكريم اعتز به واتمنى كل خير على هذا الطريق طريق التعايش والتسامح لان لهذه الحضارة التعايش والتسامح والانفتاح ضرورة وليست الخير هذا العام نحتفل بمرور مئة عام على التعليم والتعليم في البحرين يفرض نفسه في ساحة التسامح والتعايش السلمي في العالم فالمدارس البحرينية جمعت بين كل الطوائف والاديان والمذاهب والعراق ايضا والجنسيات احنا في البحرين طبعا من الدول القليلة التي تقبل كل الجنسيات وليست مخصصة خاصة حكومية ليست مخصصة للبحرينين فقط بالأكس ايضا المقيمين يستطيعون ان ينضموا الدراسة في المدارس الحكومية حفل ضم شخصيات تمثل عدة طوائف وأديان مختلفة جسدت الصورة الحقيقية التي تعيشها البحرين منذ القدم ومن فكت المملكة ترسخها بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى البحرين تمثل نموذجا فريدا فحورية التدليل والتسامح والتعايش وفهم الآخر الكل يعيش هنا في سلام ووئام بفضل رؤية جلالة الملك وأن مساعيه تعتبر مهمة للغاية من أجل تعميم الاستقرار والسلام بين الشعوب الأرض ووجود المساجد والكنائس والمعابد اليهودية والهندوسية في مكان واحد يدل دلالة قاطعة على أن تجربة البحرين الفريدة قابلة للحياة على مستوى جميع البشر ويمكن تعميمها على مستوى العالم مملكة البحرين هي غنية عن التعريف في مجال التسامح وقبول الآخر والتعددية نحن بنشهد نحن بنمثل الجالية الإبطية المصرية الأرثوذكسية في مملكة البحرين عايشين في جو من التسامح والحب مجتمع البحرين مجتمع راقي بيدل على المحبة الشعب طيب كل ما فيه بيدل على المحبة والتسامح وقبول الآخر فعالية ضمن حزمة من الفعاليات التي يقيمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي يواصل بأهدافه ورسالته النبيلة رسم لوحة المملكة الزاهية من أجل خدمة البشرية وصون الكرامة الإنسانية